ونكمل معكم الحرة الليلة من ملف الانتخابات الرئاسية الأمريكية حيث يستعد كل من المرشحين للمناظرة المرتقبة التي ستجمع الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هارس للمرة الأولى في العاشر من سبتمبر فهو يوم تنتظره الولايات المتحدة والعالم ربما وذلك قبل أقل من شهرين على يوم الانتخابات ونتساءل أيضا مشاهدين في هذا الملف لأي مدى يمكن أن تكون هذه المناظرة بين هارس وترامب مصيرية ومؤثرة على الناخبين وماذا ستكون استراتيجية كل طرف بمواجهة منافسه تستأثر المناظرة التلفزيونية المقررة الأسبوع المقبل بين المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هارس ودونالد ترامب باهتمام بالغ في الصحافة الأمريكية التي تفرد يوميا مساحات كبيرة لتغطية أدق التفاصيل المتعلقة بها فالمناظرة وهي الوحيدة بين المرشحين ستساهم بشكل كبير في تشكيل توجهات الناخبين المترددين قبل نوفمبر المقبل وهو ما دفع بالمرشحة الديمقراطية إلى العزلة خمسة أيام كاملة في أحد فنادق مدينة بيتسبورغ في بنسلفانيا حيث تشارك في جلسات تدريب على المناظرة حيث أنشأت حملتها بحسب صحيفة نيويورك تايمز مسرحا وإضاءة تلفزيونية كما يقوم أحد مستشاريها بأداء دور الرئيس السابق دونالد ترامب وتقول نيويورك تايمز في هذا الإطار أن تحضيرات الرئيس السابق أكثر ارتجالية من منافسته حيث يقوم بجلسات حوار مع مستشاريه الذين يقومون بطرح عشرات الأسئلة عليه دون الكثير من التحضير والتدريب وتشير الصحيفة في هذا الإطار إلى أن مستشاريه يكثرون من طرح الأسئلة الصعبة وغير المريحة مثل إداناته الجنائية ومواقفه من روسيا وغيرها متخوفين من أنه قد لا يستطيع منع نفسه من إظهار ما وصفته الصحيفة باحتقاره العميق لهارس أو من أن يبدو وكأنه يحاضر خصماً انثوياً وتمضي الصحيفة بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي لفريق ترامب في المناظرة هو إجبار هارس على تحمل المسؤولية عن شركتها مع بايدن وتحمل مسؤولية الأجزاء الأكثر إزعاجاً في رئاسته بما فيها ارتفاع تكليف المعيشة والفوضى الخاصلة في أوكرانيا وغزة والهجراء من جانبها أوضحت الصحيفة أن هارس تعلم مسبقاً كيف ستهاجم ترامب من بوابة تصويره كراجل ثري يهتم فقط بمساعدة الأثرياء وهي استراتيجية شعبوية تتردد أصداؤها لدى الناخبين وتشير نيويورك تايمز إلى أن هارس تخلت على استراتيجية وصف ترامب العنصري والمتحيز جنسياً والمهدد للديمقراطية وهي بذلك تحاول حصراً الوصول للشريحة الضائلة من الناخبين المترددين الذين يشعرون بالقلق حيال الاقتصاد والمستقبل ويريدون أن يسمعوا ما سيفعله كل مرشح لتحسين حياتهم وللحديث أكثر معي من واشنطن دانيال ليبمن الصحفي في بوليتيكو أهلاً وسهلاً بك معي سيد ليبمن هذه المناظرة المرتقبة للمرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطية كامالا هارس مهمة ومهمة جداً للأمريكيين وللعالم إلى حد كبير ولكن السؤال لماذا هي مهمة الآن؟ هي مهمة لأنها ستؤثر على خيارات المترددين حتى الآن من الناخبين لو كان أداء هارس جيداً يمكنها أن تضمن النجاح في الانتخابات وإن لم تقم بأداء جيد فقد يؤثر ذلك سلباً على حملتها ونحن حتى الآن لم نرى الكثير من المقابلات التلفزيونية مع هارس هذه هي ربما من بين المرات القليلة التي تتكلم فيها على وسائل الإعلام وبالتالي من المهم للشعب الأمريكي أن يستمع إليها وبنسبة إليها أن تقدم رؤية حول ما الذي ستفعله كرئيس مقابل دونالد ترامب كيف يقيس المتابعون لهذه المناظرة الأمريكيون تحديداً الجيد والسيء من خلال الأداء يعني كيف سيعرفون بأن أداء دونالد ترامب أو كامالا هارس كان جيداً في هذه النقطة وكان سيئاً هل من خلال نبرة الصوت هل من خلال الحجة المقنعة ما هي الآلية برأيك نعم أولاً هناك السياسات يجدر أن تكون جاهزة للإجابة وللكلام عن السياسات التي تهم الشعب الأمريكي وذلك في وقت محدد لتنقل ما تريد بطريقة واضحة وهناك أيضاً دونالد ترامب مثلاً هل سيفضل أن يهاجمها شخصياً أو أن يسيطر على نفسه كما يقول مستشاروه ينصحونه بعدم مهاجمتها مباشرة لأن هذه الاستراتيجية ستكون خاسرة الأمريكيون لا يحبون هذه الهجمات التي يقوم بها ضدها كامرأة أو ضد عرقها أو غيره فإن استمعت ترامب إلى هذه النصح سيكون ربما الأمر جيداً أما إن لم يتمكن من ذلك فسيأثر ذلك سلباً عليه كما ذكرت صحف أمريكية عن آلية التحضير لهذه المناظرة تقول بأن كامالا هارس هي معتكفة في فندق في بنسلفينيا للتحضير أكثر لهذه المناظرة أيضاً تذكر بأن هناك وضع لها مسرحاً وإضاءة وهناك شخص يقوم بدور دونالد ترامب لتوجيه الأسئلة يعني هناك تحضير وترتيب لهذه الآلية لهذه المناظرة في المقابل دونالد ترامب كما تقول الصحيفة يعتمد على الجانب الارتجالي أيهما برأيك سينجح هل الجانب المعد بالترتيب أم الجانب الارتجالي والعفوي؟ أعتقد التدريب لأنه عندها نعرف كيف سنرد وهناك أيضاً سياسات يمكن أن تستعمل وجمل للمهاجمة وقد ساعد ذلك هارس سابقاً في المناظرات في المناظرة الأخيرة لترامب ضد جو بايدن في يونيو حزيران لم يحتاج إلى ذلك لأن بايدن هو بحد ذاته كان أداؤه فاشلاً وبالتالي ترامب بدأ أكثر ملائمة لمنصب الرئاسة من بايدن الذي حتى لم يتمكن من أن ينطق بطريقة ملائمة الآن ترامب يريد أن يتصرف ولكن مستشاره يقولون له أن يضبط نفسه وأن لا ينتقد هارس شخصياً أو أن لا يقلل من احترامها كمرأة ذات بشر ملونة لذلك عليه أن يركز على السياسات وكيفية تحسين حياة الأمريكي هو السؤال الأكبر هل يستطيع بالفعل ترامب أن يسيطر على نفسه ولا يتناول كمالا هارس أو غيرها ولا يتناول شكلها لا يتناول ضحكتها كما تناولها في عدة تجمعات حتى اسمها ربما تهكم عليه في أكثر من مناسبة هل تعتقد أن الجانب الآخر كمالا هارس هي أيضا ستعتمد على الهجوم بدل السياسة وبدل استخدام الدبلوماسية في الإجابة أو في طرح الإشكاليات لأنها ذكرت ذات مرة بأنها كمدعية عامة تعرف هذا النوع من أنواع دونالد ترامب كما قالت وهو متهم بقضايا جنائية هل تعتقد بأنها ستمسك هذه القضايا وتبدأ بالهجوم بدل الحديث كمرشحة رئاسية للبيت الأبيض نعم أعتقد أنها أيضا ستهاجم ولكن في الوقت ذاته عليها أن تظهر أنها تبتعد بعض الشيء عن إدارة الرئيس بايدن الكثير من الأمريكيين يشعرون أنهم تركوا جانبا على المستوى الاقتصادي هي ستتكلم عن اقتصاد الفرص وعن أجندتها وتكلمت أيضا عن سياسات لمساعدة الناس في شراء المنازل أو إنشاء المؤسسات الصغيرة أو تخفيضات نرائبية للأولاد الأطفال وهي تنتقد أحيانا لأن البعض يعتبر أن ليس لديها أجندة محددة تختلف عن أجندة الإدارة الحالية وهي لم تدخل حتى الآن في التفاصيل أعتقد أنها ستهاجم درام تقول إنه رجل سري يريد أن يركز على مصلحة الأثرياء وليس الطبق الوسطى ولكن الملفات المهمة وذكرتها قبل قليل دانيال فيما يتعلق في الاقتصاد فيما يتعلق بأمن الحدود وهي ملفات مهمة للأمريكين كما قلت ربما هي التي سيستخدمها بكثرة دونالد ترامب ضد كامالا هاريس وبالتالي حتى وأن هي أعلنت قبل أيام عن خطتها للمشاريع الصغيرة لكن دونالد ترامب سيقول الفترة التي قضيتها في البيت الأبيض كان الأمريكيون يعني يشترون السلع الأساسية بأسعار أقل بكثير مما هي عليه الآن ربما سيرعب على هذه النقطة نعم أنا متأكد أنه سيستعمل هذه الورقة ولكن الأرقام تتحسن على المستوى الاقتصادي ونسبة البطالة هي حوالي أربعة بمئة غالبيات الأمريكيين لديهم عمل التضخم تراجع وكذلك نسبة دخول المهاجرين وذلك بفضل سياسة بايدن على الحدود وبالتالي تراجعت أيضا الفوضى على الحدود التي كانوا يركزوا عليها في بداية العام وهذا ليس لمصلحة ترامب كذلك لم يتمكن من إيجاد هجوم مؤثر ضدها يتكلموا عن أدائها كنائبة للرئيس عندما كانت تعتبر غير لا تعرف بالأمور السياسية بشكل ملعب هناك صوت يقول بأن كمال هارش إذا ما أقنعت الناخبين فإنهم سيقتنعون أو سيذهبون للتصويت إليها فقط حتى لا يعود دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وليس لأنها هي مناسبة لهذا المنصب لأننا نعلم بأنها ليست معروفة كثيرا للأمريكين هل توافق هذا الصوت أو هذا الرأي؟ نعم أنا متأكد أن هناك أشخاص كما حصل في العام 2016 و2020 سيصوتون وهم خاصة من الديمقراطيين سيصوتون ضد ترامب بدلا أن يصوتوا من أجل بايدن أو من أجل هيلاري هناك طاقة حقيقية من جهة أخرى بالنسبة لهاريس لأنها ربما إمرأة وهي تفضل أن لا تتكلم عن هذا الموضوع بل تركز على أجندتها وعلى ما ستفعله عندما تصبح رئيسة وأعتقد أيضا أنها تعتبر أن لديها فرصة مهمة الآن غالبا تكون هناك مناظرات ثلاثة في الانتخابات الرئاسية ولكن هناك مناظرة واحدة للمرشحين للرئاسة واحدة للمرشحين عن النيابة في الولايات المتأرجحة هناك أرقام متقاربة لكل المرشحين كامالا هاريس ودونالد ترامب هل تعتقد بعد المناظرة سنشهد تغيرا كبيرا في هذه الأرقام بحسب استطلاعات الرأي بطبيعة الحال أعتقد الذي سيفوز أو سيكون أدأه أفضل في المناظرة ستتقدم أرقامه بنقطة أو إثنين ولكن أعتقد أن غالبية الناخبين قرروا لمن سيصوت ولكن هاريس تمكنت من الحصول على تبرعات أكثر من دونالد ترامب يمكنها أن تركز على الدعايات أعتقد أنها حصلت على 360 مليون دولار في شهر أب أغسطس ولديها بالتالي أموال أكثر من دونالد ترامب وستقوم بتعزيز الدعايات الانتخابية خاصة في ولايات كبنسلفينيا ويسكنسين وميشيغن إلا أن السباق ما زال محموما وكان لترامب بعض الأيام الجيدة أيضا أعتقد أن الزخم على أي حال ما زال مع هاريس شكرا لك على هذه المشاركة من واشنطن دانيا ليبمان الصحفي في بوليتيكو شكرا لكم